السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان شاء الله اليوم راح نوضع موضوع مهم جدا وبسيط جدا بنفس الوقت ألا وهو موضوع DOI اللي هو الـ DOI شنو الـ DOI اللي هو الـ Digital Objective Identifier شنو هذا الـ Digital Objective Identifier أو المختصر ما للـ DOI هذا عبارة عن رابط رقمي يضطي لكل البحث هوية يضطي لكل بحث هوية مباشرة متاخد هذا الرقم أو الرابط تدقه أو تخليه به لـ Google مباشرة راح يوديك إلى البحث أو الصاحب البحث المراد البحث عنه فبكل بساطة تقدر تخليه بالـ Google وتسوي له الـ DOI مباشرة راح يوديك إلى الهدف المراد هسه بعض المجلات العلمية من تريد تنشره البحث قل لك لا أنا أريد قائمة المصادر صح المصادر المصدر وأريد ويا ويا المصدر دي أو آي الخاص بي شو أن أقدر أخلي بالمصدر دي أو آي بكل بساطة مثلاً أنا عندي بحث هذا مثلاً البحث أقدر بكل بساطة هذا البحث شا سوي له أحدد العنوان أحدد عنوان هذا البحث بعد ما حددت عنوان هذا البحث أقدر ش أسوي أقدر أسوي لكوبي تمام؟ بعد ما سويت لكوبي أروح إلى الجوغل بالجوغل ما أكتب قبل لا أسوي له بيست؟ أكتب دي أو آي وش أكتب؟ أطي أنسخ أسوي كوب أو بيست المن بيست لي عنوان البحث وأطي انتر أو أطي بحث من أطيت بحث رح يوديك إلى البحث المراد مباشرة أما بالرسيرجيت أو بي الجوجل أو بي البوبميت أو بي الجوجل يعني بتفاصيله بس المهم موجود أقدر أدخل على هذا الموليكلر ديكشن بالرسيرجيت ومباشرة أنا أقدر هذا البحث حصلت على هذا الدي أو آي مباشرة هذا الدي أو آي أسوي له كوبلينك أدرس وألسقوين أسوي له بيستوين أسوي له بيستوين بقائمة المصادر وخلص هذا انا سويت بها الطريقة او لا مرات وين القى مثلا اذا ما لقيته بالرسيرج جيت القى وين القى القى بالبوب مت اروح مثلا او اسوى ادك ثواني اسوى اروح بي جوجل واكتب بوب بوب مت مباشرة واططي بحث اطلت بحث ادخل حلى الصبحة الرئيسية الخاصة بالبوب مت و اجي اكتب هنان البحث اقل له دي او اي اقل له دي او اي و اطيب الورا امسق اسوي بيست المن للبحث المراد و مباشرة راح يطلع عندي هذا البحث اما القاه بالرسيرججيت او وين القاه او القاه بما يسمى بي الباب ميد اللي هو او حتى مرات من جوجل اسكلار اسوي له داولود وبالداولود هو بقائمة البي دي اف يطينا الدي او اي اللي هو الديجيتل اوبجيكتف ايدنتفاير هذا مباشرة هسه هذا الدي او اي لو نرجع له هسه هذا هذا نرجع له مثلا سادخل علي ما تدخل علي تاخذ هذا تاخذ لي الكوب لينك هسه راح اسوي له كوب لينك مثلا اجي هنا بالجوجل مباشرة ما ادخل هذا الدي او اي راح يوديني الى نفس الهدف ونفس العنوان ونفس الموضوع اللي خاص بهذا واقدر احمله بكل بساطة وصار هوية لهذا البحث واقدر الاسقى وين مباشرة بقائمة منوة بقائمة المصادر انزل هذا بي دي اف بس بالورد اكيد انزل بالبي دي اف اهنا وين اخليه اخليه هنا دائما وين بنهاية المصدر وهكذا بالنسبة لبقية الابحاظ هذه مثلا الـ 25 لازم كلها الـ 25 يحون على الديوال بعض الباحثين ما يستخدم هاي الطريقة يستخدم يا اما برنامج مندلي او يستخدم برنامج الـ EndNote هذا البرنامج المندلي والـ EndNote تدقائيا راح يطيك البحث ويا دي او اي فسهل عليك فاحنا بهالحالة حصنا على الـ دي او اي بطريقتين بطريقة المانوال وبطريقة الجاهزة اللي هو ببرنامج الـ EndNote وبرنامج المندلي الخاص بمن؟ الخاص بهذه كتابة المصادر الخاصة بالابحاظ اتمنى لكم الاستفادة من هذه الخاصية البسيطة جدا مع الشكر الجزيل لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته